اهلا بكم عزيزيز المشاهدين وحلقة جديدة من مع نور هنتكلم زي ما عودناكم عن موضعات مهمة موضعات كتير مين فينا ما عندوش في اي بيت مصري ما عندوش طالب ما فيش بيت مصري ما يخلاش من طالب ما فيش بيت مصري ما بيحبش التفوق وبيحب النجاح وبيحب ان الطالب بتاعه يكون حاجة كبيرة قوي ويشرف عيلته ويشرف بلده ويشرف اهله ويشرف محافظته كلها ده كله ما بيحصلش غير بالمذاكرة المذاكرة يا جماعة هي المذاكرة المذاكرة دي اهم حاجة في حياتنا هي بتبني مجتمعات بتبني الدول هي اساس تطوير المجتمع وتطوير الذات لان اساس تطوير الذات الانسان نفسه هي تطوير كيانه وده ما بيحصلش الا بالمذاكرة طبعا ما فيش دكتور بنشوفه غير بالمذاكرة بيبقى دكتوره بيكشف علينا ولولا المهندس ما كانش فيه بيت يتبني لينا ولولا المذاكرة برضو ما كناش هنلاقي ظابط يحمينا طبعا كل ده ما بيحصلش إلا بالمذاكرة المذاكرة ثم المذاكرة قبل ما نبدأ أقول فاكرتنا بالأخبار أحب بس أنوح عن حاجة هقول نبزة بسيطة بس معاكم مع حضراتكم عن إنسان بسيط جدا بس بيحب الخير بيحب يعمل الخير وكرس حياته كلها للخير ده بيلقبوه في بلده أو في قريته حاتم الخير وهو الدكتور حاتم عبدالعزيز مين هو الدكتور حاتم عبدالعزيز؟ ابن محافظة الشرقية مركز هي قرية كفرة حمودة الراجل ده بجد بكرس حياته كلها ومستقبله كله لخدمة البلد والخدمة بمشاهدة أهل قريته كلهم بمشاهدة البلد كلها عمل حاجات كده أتكلم عليها سريعا الراجل ده شارك رجال أعمال في تطوير مجتمعهم وعمل مشروع مطعم خصص مطعم عمل مطعم صغيري وخصص جزء من أرباح المطعم لأهل قريته والمنظومة الصحية في بلده وعمل برضو بنك الدم في مستشفى هيه المركزي وتبرع برضو بجهاز تنفذ صناعي وده بكله لمستشفى هيه وتبرع برضو بملابس واقية ومطهرات أيام فيروس كورونا وتبرع برضو بمسكات طبية لجميع مستشفى المحافظة وأيام السيول يا جماعة الراجل ده فتح بيته للسيول والناس وتكفل بأسرهم غير أنه بنى أيام السيول البيوت اللي اتهدمت بنى عشرات البيوت بنها للناس اللي اتضررت من السيول وتكفل بيهم ده غير أنه خصص جزء كمان من رحلة عمرة لأسر الشهداء أسر الشهداء مركزية اللي هي مركزه بجد الراجل ده أقدر أن أنا أقول عليه راجل محب للخير وعلشان كده أهل قريته سموه حاتم الطائق حاتم الخير بجد جميلة يا بلدي جميلة يا بلدي بناسك وبشبابك وبأهلك وجميلة بكل حاجة بجد يعني وطبعا منشكرك يا دكتور حاتم حاتم عبدالعزيز وبنتمنى أن حررتك تكون في البرلمان القادم على تحت كبة البرلمان بإذن الله خلاص هنبدأ أولى فكرتنا بالأخبار الرئيس السيسي يطمئن على إجراءات حماية الطلاب من كورونا خلال العام الدراسي الجديد تناول الاجتماع متابعة جهود الانتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للعام الدراسي الجديد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد استعرضت جهود الدولة في إطار مكافحة تداعيات أذمة فيروس كورونا التي اندلعت عالميا واكتشاف أول حالة في مصر حتى إلى الآن والموقف الراهن من نسب الإصابة والتعافي من فيروس كورونا على مستوى الجمهورية أعلن الدكتور خالد عبد العزيز ورزير التعليم العالي والبحث العلمي أن انتهاء موعد التقديم لتسجيل الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة الأهلي يغرم قهربة بمليون جنيه واللاعب يعتذر لمنظومة العمل بالكامل إصابة اللاعد نيمار وديماريا بفيروس كورونا في نادي باريس سان جيرمان خلصنا أخبارنا وهنرجع لكم بعد الفاصل خليكم معين ورجعنا لكم بعد الفاصل عزيزي المشاهدين ولسه مكملين كلامنا عن الجد والاجتهاد والنشاط والمذاكرة هنتكلم عن المذاكرة وأهدافها وأهميتها وكل ده مع الأستاذ المشرفنا النهاردة وأستاذ حسن حسين عويس مدرب معتمد من مهارات القيادة من مركز إبداع ومهارات التفوق الإدار والستراتيجي لمركز الحديث أهلا بحركة أستاذ حسين أهلا بحضرتك ربنا يا كريمة عايزين كده بداية كده نتكلم عن المذاكرة وأهدافها وإيه هي المذاكرة؟ في البداية طبعا تعريف المذاكرة عبارة عن نقل المعلومات من خلال الحواس بتاعت الإنسان وتحط المعلومات دي في الزاكرة المؤقتة لحين استدعاها بعد كده في الزاكرة الدائمة عن طريق المراجعة حل الأسئلة وتثبت المعلومة لحين استرجاعها مرة تانية في الامتحان أو غير الامتحان فهي عملت شحن وتفريغ أخذ معلومات وابدأ أفرغها تمام ده التعريف البسيط بتاع المذاكرة تعريف البسيط للأسئلة طب فيه ناس يا أستاذ حسين بتزهق من المذاكرة وعندهم يعني المذاكرة إيه آخر حاجة بيفكروا فيها الناس دي بالتحديد وطبعا كلنا مرنا بالمراحل دي الناس دي بالتحديد تحب حركة نصحهم بإيه؟ هو طبعا الموضوع إنه واحد يزهق من المذاكرة ده أكيد مفيش دافع مفيش هدف مفيش حافز عنده عشان يذاكر فالبداية هنا لازم نعيد الأولويات يعني إيه نعيد الأولويات؟ كان أنتوني روبينز كان بيتكلم في الجزئية دي وقال إنه إحنا لازم نغير المفاهيم ونعيد أولات الشيء ونخلي للشيء أكتر من معنى بمعنى ده طبعا في علم الإدارة عن طبق ده على المذاكرة أغير المفاهيم إحنا بنقول مذاكرة تعالوا نغير كلمة مذاكرة ونقول إنها إيه؟ علم صح؟ علم آه بقيت كده أنا غير المفاهيم زمال أنتوني روبينز بقيت علم نديها بقى معاني كتيرة العلم ده ليه؟ أول حاجة لازم أعلق كيمة الشيء زي برضو ما قالوا علماء الغرب عشان أعلق كيمة الشيء حيزاد الإهتمام وزاد الرغبة وزاد الحماس وزاد الدافع عند الإنسان أعلق كيمة الشيء إزاي بقى بتاع الموضوع المذاكرة؟ السادة المشاهدين يعرفوه تمام أول حاجة الكيمة العالية قوي إنه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم أول آية إقرأ إقرأ باسم ربك الذي خلق فربنا أمرنا بالعلم العلم ده سر من أسرار الكون ربنا أوضعه في الأرض العلم ده هناخد عليه حسنات الملائكة تضعج ناحتيالي طالب العلم النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم من المهد إلى اللحد ده البداية الحاجة الثانية إن أنا بتعلم أنا قلت أنت غير اسم المذاكرة إن أنا بتعلم علشان بلدي زي ما قلت الدكتور حاتم من شوية حاديك ما شاء الله كانت مقدمة حلوة الدكتور حاتم فده راجل أنت قلت مشرف بلده فأنا عشان خاطر بلدي هنقول أحمد دكتور أحمد زويل دكتور مجدي عقوب الناس تشرفت بلدها فالعلم ده عايزة دفلح رأيك حاجة فيه يبقى طفل صغير ويفرج على تليفزيون يقول أنا عايزة بقى أحمد زويل أنا عايزة بقى كذا طيب ما تعمل ما تجد ما تجتهد يعني بيقول أنا عايز عايز وبس خلاص آخر حاجة بفكر فيها هي المذاكرة فأنا عايزة أقولك أننا عايزة ترتيب الأولويات فأنا عايزة أقولك إحنا لازم نكتب نجيب ورقة للطلبة يكتب الكلام ده إن أنا عايزة أخلي إن أنا أذاكر أو أتعلم مش عشان خاطر أنجح لا فيه أكتر من 13 معيار قبل النجاح زي ما قلنا المعيار الديني اتنين بابا وماما وبذكر عشان بابا ومامتو حقيقة بيفرحوا وعايزونه يبقى أحسن منهم حقيقة تلاتة زي ما قلنا البلد زي ما قلنا أحمد زويل وقلنا غيره أربعة كان فيه دكتورة اسمها شايماء أبو زيد يعني أنا أحب أذكرها هنا هي دكتورة وقتها دكتورة في الفيزياء النووية دي مصرية من محافظة إنا وخارج دكتورة في الفيزياء النووية هي رقم ستة على مستوى العالم رقم ستة أنا قريد ده ببحث غربي وبعدين فجئة الحمدى الدولة بتكرمها يمكن لزوء اللي فات أو قبل اللي فات بدأت القناة بتكرمها فدي شوفي هي مصرية لمحافظة إنا ولكن تكرمت في مصر والكرمت برعة يعني شرفت مصر برعة ده إيه العلم اللي وصلها لكده زي ما وصل لحمد زويل فشوف العلم مهم إزاي فيه نبغة كتير يا فاندم وفيه كيالات كتير أو في البلد تمام بس عايزين يشتغلوا على نفسهم والعلم مش مقتصر على ما ممكن حضرتك مثلا تكون بتشرف بلدك من ناحية الكورة بتشرف بلدك من ناحية مثلا الفيزيا الكيميا مش شرط يكون العلم نفسه محدد في جهة معينة أو مختص بحاجة معينة فيه قاعدة بتقولك حب ما تعمل وعمل ما تجعل وصحك لو كله هتفينا يعني فكر وأبدع في مجاله هينجح وهينجح بلده فده برضو معيار كله ما تعلب كيميا كله ما يكون أفضل ليك عشان خاطر بابا واما عشان خاطر الدولة عشان خاطر نفسه صح العلم ده بيديله ثقة ثقافة ضميره فالواحد لازم يتعلم ولازم يذاكر عشان خاطر مكانة اجتماعية مكانة ثقافية العلم بيخلي الإنسان عنده ثقة في نفسه وكان فيه برضو شاب من كام يوم برضو نزل على اليوتيوب اللي هو بقى على الفريسكة لما حد يصوروا على اليوتيوب كان بقى حديث العالم بيرفو عليك قالي انه ايه في كله التب النهاردة او دخل كله التب النهاردة لو تاخد بالك كل الناس بقى تدون يعني ايه صوروا وتنزلوا اصبع اخد مشاهدات عالية جات جامعة سكندرية ورئيس جامعة سكندرية بدأ يكرموا وجي عميد كله التب بدأ يكرموا ودلوا منحة من الجامعة اذا ايه اللي وصله كده العلم ربنا سبحانه على الكرم بالعلم فالعلم وصله لده اخر حاجة ربنا بيتعلم عشان يخش يمتحن وينجح دي الاولوية يمكن رقم 15 او 16 طب يا استاذ حسام في حاجة كده الناس تقول مثلا اولياء لامور بيسألوا دايما عايزين نقوي الزاكرة في مثلا رياضة معينة لتقوية الزاكرة مثلا في رياضة معينة في اكل معين لتقوية الزاكرة ننمي ده ازاي تمام فيه تمارين لتقوية الزاكرة بس انا عايز اقول حاجة قبل ما اتكلم على تقوية الزاكرة اتفضل فيه دكتور اسوس بنصر كان بيتكلم في موضوع زاكرة الانسان لان الموضوع ده يمكن شاغل ناس كتيرة جدا فقال حاجة غريبة جدا قالك ان الانسان عنده 150 مليار خلية عصبية والاضافة الى 100 تريليون وصل عصبية تمام وجيت الدكتور اللي هو توني روبينز اللي هو بيسموه اول عقل في العالم توني روبينز اللي هو عمل مين ديماب الخريطة الزهنية ما صدقش الكلام ده فبدأ يبحث وبدأ يعني طلع بصدمة اكتر من اسبنصر قالك الانسان العادي او الانسان بيستخدم 4% من قدراته العقلية طيب 96% دول رحوا فيه رحوا فيه فدي كانت مشكلة فعملوا بطولة العالم للزاكرة فدخلت ناس كتيرة في بطولة العالم فجي واحد اسمه دومينيك اوبريان دومينيك اوبريان ده لو راح استدي القاهرة وحطينا الكوتشينا اللي في مصر كلها عالارض عالفلستاد وبص بص على الكلام دوت عتتخزن في ذاكرته واخدبالي تبقى معندي ربنا ويبدأ ان هو يحط المعايير دي والحد دولة هو بطل العالم بعد الحلقة بقى ربنا يوصر عليها فعايز اقولك ايه فيه تمارين برضو بتتعمل يمكن تمارين كتيرة جدا لو انت عايزة يعني نتكلم عليها اول تمارين مثلا اه عايزين عشير السادة المشاهدين لان فيه اولاق امور كتير قوي وبذات الامهات بتكون يعني العيالها بتتعبها قوي في حتة المذاكرة دي يا دكتور بالله حاضر احنا اول حاجة فيه تمارين بتعمل ان انا لازم اقول انا ذاكرتي القوية لما اعرف كاميس بنصر وتوني روبينز ده يديني احاقات جوايا ان انا الذاكرة قوية فهكتب بقاطة كبير انا الذاكرتي القوية المخ بيبدأ يصدق المخ على فكرة او العقل اللي هو اللاواعي بيصدق اي معلومة فبيبدأ يصدقها بعد كده اغمد عيني دي بقى التمارين بتاعتنا ليه بقى تمارين التنفس التنغومي منصول للحالة الفا معنى ايه الكلام ده انساهله للناس ان انا اغمد عيني واخد نفس عميق واكتب النفس على قد مقدر وطلع النفس ده ببط وبعد كده ابص على الكتاب اللي انا كتبتها انا ذاكرتك هوا بيبدأ العقل يصدق واشتغل على كل المخ وعلى كل الجسم بيبدأ يصدق ده تمرين من التمارين فيه تمرين تانية ان انا مثلا ايه اشوف مثلا الستوديو دوت وابدأ اغمد عيني واكتب تفاصيل الستوديو او اشوف تفاصيل او حضر الكاعدة هنا في او في او تانية وهكذا وابدأ ده بينامي الزكيرة فيه تمرين تانية زي ما انا ما قلت في الاول المذاكرة وربطها بالحواس ان احنا الادراك كله بيخش عن طريق الحواس فهنا انامي الحواس زي مثلا ايه ان انا اغمد عيني واشمي مسا اخش المطبخ ده كامون طبعا الشطة معروفة ده شطة ده كذا وابدأ اعرف اجيب علبة مثلا احط فيها حاجات كتيرة بس طبعا ما احطش سكينة لان انا اغمد عيني وابدأ احطي ده كذا ده شوكة كل ده بينامي بينامي زهن الطفل زهن الطفل او كبير طبعا في تمرين تانية بقى احنا برضو بنعملها طبعا شقبل التمرين التاني معانا مداخلة لا استاذ محمد تفضل يا استاذ محمد استاذ محمد عليكم السلام يا فندي مفضل كل عام حضرك بخير وحضرك بصحة وسعادة يا رب تفضل والفا ادفين اليوم مبروك على البرنامج الجميل يا نور الله يبارك في حضرتك الله يبارك في حضرتك يا استاذ محمد انا محمد نتولي محمد الدورف كل عام حضرك بخير وبهنيك بالبرنامج بتاعك الجميل الله يخليك يا استاذ محمد وإيديكك الجميل وموضوعك الجميل النهاردة ما فيش كل مرة ايستاذ حسام برضو ما فيش كل مرة ايستاذ حسام معانا ايستاذ حسام موجود معانا مدرّ اه طبعا انا بقول له والله هو اللقاء الجميل وهو في صراحة يعني اللقاء الشيء لطلب السناءات دي وربنا ان شاء الله يوفقهم الله يخليك وان شاء الله نعمل له شغل جميل عندنا في الموقع إن شاء الله ويبقى لنا لقاء معاه بإذن الله قريب لأنه هو ما شاء الله عليه جميل ولقاءه وتجربته مع التعليم والطلبة جميلة جدا الله يخليك يا سيد محمد بشكرك يا سيد محمد ونتمنى أنك تتواصل معنا تاني يا سيد محمد وما تقاطعناش هتواصل معنا على طول أشكرك ألف شكر بنرجع لحيطة الطالب وتنمية مهاراته وتنمية زهنه بالذات لو كان طفل صغير لسه من أول سنة وربعة سنة كده بنبدأ نعلم طفل يعني مزاكرة تفضل تمام إحنا الأول بنمسكه القلم بنعلمه يمسك القلم ويشغبط ويشغبط ويقطع على فكرة إحنا نجيب له حاجات مخصصة ليه هو يبدأ يشغبط فيها ويقطع فيها عادي أنا الفكرة بعوده إزاي يعد وبعود عقله إن يمسك قلم ويمسك ورقة ده البداية يعني أنا عايزه يتعود على ده مش عايزه يعمل حاجة تاني غير كده في بقى أكلات للطفل والكبير تمام لو حديك ده طبعا من سؤال حضرتك موضوع الأكلات صح كده طبعا فيه أكلات كتير قوي يعني مثلا السمك فيه أوميجا سري البواب بتاع البيض السفر بتاع البيض في المادة الكولين دي حتى بتعالج الزايمر فيه الخضروات فيه الفكهة فيه الشاي لغدر فيه الطمر فيه طبعا الحاجات اللي هي اللوز دكتور فيه ألعاب كده بتبقى نعملها مكعبات تتركب دي فعلا بتنمي بتنمي زاكرة الطفل بتنمي زاكرة الطفل بيشتغلوا مع الطفل الصغير طبعا بشوفهم يعودوا يلعبوا كده في مكعبات وكده دي بتكون بتنمي برضه وميركب حاجات دلوقتي في السوق فيه حاجات بتتباع هو بيركبها بيشوف مثلا العربية ويبدأ يفككها ويركب العربية كل ده بينامي الزكاء وفيه حاجة كتيرة جدا ده غير الرياضة والماشي زي اللي حالك تتسألي عليه من شوية الماشي والرياضة زي الدكتور أرسل كرامر كان بيتكلف موضوع الماشي الواحد لما يمشي ويمد هو بيمشي ثلاث ساعات في الأسبوع ده هيبقى حاجة تانية بينامي الزكرة ده غير الزكرة بينشغ الدورة الدموية برضه ويساعد الإنسان على إنه يكون بصحة جيدة وبصحة قوية العقل السليم في الجسم السليم صح كده في المذاكرة السليمة في المذاكرة السليمة بقول له حضرتك معلش يعني فيه طالب يقول لك أنا بحب المادة معينة بس مادة واحدة بس بيحبها غير المواد أو يسيبه الباقي المادة دي بيركز فيها قوي وبينجح فيها وبتيجي المادة دي بتأثر على بقى المواد يسقط وبالتالي الناس دي بقى تحب تقول لها عشان أولاء الأمور بجد بيتعبوا جدا من المشكلة دي بصي في البداية عايز أقول حاجة موضوع المادة ومش مادة هو المادة دي تعتبر ليعتبر لا شيء فيه عاجة في علم الإدارة اسمها البلانس يعني إيه البلانس البلانس اللي هو إيه؟ إن أنا أعمل موازنة لحاجة نعمل بموازنة أو توازن بين الإدارات نفس القصة بنخطها في التعليم أو المذاكرة إن أنا أعمل توازن بين المواد أنا ليه أحب المادة دي هات؟ إن هو هيسأل نفسه ليه أحب المادة دي ومحبش المادة صاد مثلا عشان ما أحدش يزعل مننا طبعي إنت لو دخل إحنا في الكورسات لما ندي كورسات أول حاجة مندخل بسأل من بيحب الرياضة؟ أربعة بيقوموا يقولوا إحنا منحب الرياضة من بيحب المادة كذا؟ كذا واحد تاني فتلاقي كل واحد فيهم متشعب فأنا عايز أقول لهم زي ما أنت ما بتحب الرياضة وبتكره مثلا العربي زي ما لك بيحب العربي أو بيكره الرياضة ما بيش حاجة اسمها حد أحسن من حد طب بنشجع الطالب إزاي يا دكتور على إنه يذاكر؟ نشجعه في حاجة معينة نشجعه على إنه يحب المذاكرة ويحب يذاكر أكتر؟ هنعمل مبدأ السواب والعقاب بمعنى؟ بمعنى إيه؟ هو هيذاكر وبرضو على حسب سنو خلي بالك هو مثلا هيذاكر هكفه مش هيذاكر أحرمه من العقاب أحرمه من الإيم المكفأة تمام هيذاكر الأول وأخر نرى أقوله إلعب مثلا جيمز أو إلعب على الموبايل إحنا للأسف الطالب بيلعب الأول في جوتنا كلنا فعلا يلعب أول جيمز اللعب أولويات اللي كنتم تكلم عليها يبدأ أول أول يلعب وبعد كده إذاك هو مش يعرف يذاكر لأنه أنت هي الطاقة بتاعتي أنا قاعدت مع حضرتك الطاقة بتاعتي مثلا 100% لما أقعد ألعب جيمز الطاقة بتقل فماك أوصلنا أنا زاكر لأ أنا خلي بقى الألعاب دي آخر اليوم طب يا دكتور في حاجة أسمع مذاكرة حديثة إيه طرق المذاكرة الحديثة وإزاي نعرف سادة المشاهدين يعني نعرفهم إيه هي المذاكرة الحديثة تمام إحنا زمان كنا بنذاكر طريقة التكرار ودي حلو على فكرة عشان برضو ما حانش يزعل مننا تمام بالورا والألم لو التكرار ونسمع ونغمض عينة ونسمع ونكتب ونكتب حتى تتروح للمدرسة يقولك اكتب مثلا إيه زرعة فلان كذا كذا اكتبي عشر مرات ولا عشرين مرات الحدي منك متوجعك ده اللي هو التكرار النمطي دي الحاجة النمطية دلوقات المذاكرة الحديثة إننا أول طريقة اللي هي الطريقة مثلا الإجمالية إننا أجيب الفصل أو الدرس أبص في الدرس كله كعنوان وأبدأ أبص في لإيه العنوان الفرعي وأسأل نفسي العنوان ده بيتكلم عن إيه مراش حاجة هقرأ بس العنوان بس وأبدأ هنا أعمل عصفي زيني لدماغي وده بيتكلم عن إيه طيب اللي بعدين بيتكلم عن إيه ومش هديه بإجابات واللي بعدين لحد ما خلص إيه الدرس وأبدأ أفكر وحاول أربط ده بالمعلومات الإيه اللي عندي قبل كده وهنربط ده بالتابلت نظام التابلت الجديد هل الطلاب هيستوعبوا نظام التابلت وهل نظام التابلت هيكون مع نظام تطوير المنظومة التعليمية الحديثة هل هيكون حاجة مطورة وهتعمل صادة على أرض الواقع ولا حراك شايفه إزاي نظام التابلت أكامل بس الجزئة القبل كده عشان بس الوقت عشان الوقت بس طيب هنرول الطريق الإجمالية أنا بعمل دليل بشوف الأول عنوان لي حضرتك عشان الموق بيفتح طيلات مثلا الكيمية العضوية أول درس مثلا الكوانتم هيضع إيه الكوانتم يبدأ يفتح طيلات بس الأولياء الأمور بس عايزين نصيحة لهم عشان دخول المدارس وكده عايزين نصيحة الأولياء الأمور يتعاملوا مع طلبة إزاي وأبنائهم إزاي قبل الدراسة أول حاجة ما يقولش الإبنه إنت فاشل وإحنا كنا نتعلمنا على فكرة بالطرقة دي ما يقولش الإبنه إنت فاشل أو إنت مش هتنفع بيحض عن حالته النفسية بيأثر بالسلب عن حالته النفسية وبيصدق المخي زي ما قلت لحدك في أول الحلقة المخي بيصدق أي معلومة مجرد ما تقوله معلومة مخي بيصدق أقول لحدك أنت كذا المخي بيصدق فتعالي ننسيه ده ونخش في الإيجابيات أقوله أنت إنسان كويس حتى هو لو هو ما بيذكرش بس صدق أخب بيده ما هدموش ما قرنش إبني بحد تاني عشان الحلقة قلت في أول حلقتنا أنه العقل البطن بيصدق بيصدق أنا كده بقى تيرو خلي بالك الحاجة التانية ما قرنوش بحد المقارنة هنا خطر ليه بقى؟ لما تيجي بنت في سنوية عامة تلاقي نتجتها زيرو مثلا أو تروح لامي نفسها في النيل السنة دي أنا واحد من الناس بقول ممكن يكون الأب والأم هما السبب فلازم الأب والأم ياخد بلهم من كده ياخدوا بلهم آخر كلمة سيد حسيب نشكرك والله ما عايز أقفل مع حضرتك بجد مش عايز أقفل ربنا يخليك معلش وقتنا خلص بيقولولي في الكونترول خلاص وقتنا خلص بنشكرك أستاذ حسام عويس مدرب تنمية بشرية ومهارات حديثة بنشكرك ألف شكر بنشكركم مع عزيز المشاهدين وبنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا في حلقاتنا النهاردة وبنتمنى تكون موضوع المذاكرة عجبكم وموضوع تحضوا على الجد والاجتهاد والعمل والكفاح بنشكركم وتابعونا في حلقات تانية ومع نور